السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام اهلا بكم معنا في فيديو جديد النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا وهو التعرف على العناصر الالكترونية الاساسية والعناصر الالكترونية الغير اساسية يعني ان نلاحظ مع بعض اللي احنا شايفينه قدامنا ده طبعا عبارة عن كارتة او بردة بردة صغيرة يعني ومركبات الالكترونية او عناصر الالكترونية العناصر الالكترونية دي في منها عناصر الالكترونية اساسية ماينفعش انك تستغني عنها وفي منها عناصر الالكترونية غير اساسية لها ادوار ولكن تقدر انك تستغني عنها يعني بكل بساطة انك تشيل العناصر دي كده وتركينها على جنب وتجرب الجهاز والجهاز هيبقى شغال معاك مافيش اي مشكلة يلا بنا نروح لاول حاجة مبدايا كده أي عنصر إلكتروني هتشيله من الباور وهتركنه على جنب وهتشغل الجهاز أو الباور من غيره هو الجهاز هيشتغل عادي ولكن هيكون نقصه وظيفة معينة يعني على سبيل المثال الفيوز عبارة عن سلك رفيع داخل أنبوب زجاجي الموضوع بسيط دوره أنه بياخد الجهد من هنا بيخرجه لك النحية الثانية من هنا هو هو نفس الجهد ولا بيخفض ولا بيزود طيب وظيفته إيه يا سيدي؟ بكل بساطة وظيفته إن لو حصل دائرة كسر في الدائرة من جوه يعني على سبيل المثال المصفت أو ضيوت من الضيودات دول أو الأربعة أو قنطرة التوحيد أو ضيوت هنا أو أي حاجة في دول عملت قفلة عملت شورت عملت كسر هم الثلاث حاجات دول نفس المعنى ونفس الحاجة يعني لو حصل حاجة من دول بيحصل في الناحية دي أو فيما بعد الفيوز حاجة اسمها دائرة كسر الأمبير هيرتفع عن الحد الموجود على جسم الفيوز نفسه هيبدأ الفيوز يحترق في الحال طيب لما يكون الجهاز في وضع مستقر وشغال وزي الفل الفيوز لو ركبنا مكانه طرف سلك تخين بقى ورفيع أيا كان الجهاز هيبقى شغال وزي الفل ولكن في حالة إن لو حصل دائرة كسر أو حاجة من اللي احنا ذكرناها من شوية معنى كده إن مفيش حاجة هتحمي الباور الفيوز ومش موجود ساعتها بقى هيدخل معاك على طول الجهد يأم على الملف لأم على باقي العناصر ويحصل هنا تفحم في العناصر كلها ومش بعيد كمان الباور كله ما يبقاش ليه تصليح بعد اللي هيحصله طيب يعني أبسط حاجة موجودة في الباور ليها فايدة ولكن في حاجات مش بتكون هي السبب في إقاف الجهاز تمام طيب عندك الملف ده الملف ده ليه وظيفة ولكن في النهاية هو الملف عبارة عن ايه عبارة عن طرف اتنين تلاتة اربعة الطرف ده وده بنسميهم ملف والطرف ده وده بنسميهم ايضا ملف علشان في النهاية ده بيمرر الجهد من النقطة دي للنقطة دي هو هو وده برضو بيمرر الجهد من النقطة دي للنقطة دي برضو هو هو ومع ذلك لو قمنا بنزع الملف وعملنا طرف سلك هنا وطرف سلك هنا برضو الجهاز هيشتغل ولكن هنا هيحصل فيه توطر وشوشرة في الجهد اللي داخل للجهاز مش هيبقى فيه استقرار نفس الكلام المكسف البلاستيكي لو قمت بنزعه نهائيا كده وركنته على جنب ومركبتش بديل ليه اي حاجة ولا سلك بقى ولا اي حاجة من الحاجات دي الجهاز برضو هيبقى شغال ومش هتلاحز عليه اي تغيرات ولكن هيكون برضو فيه مشكلة وهي ايضا توطر فيه الجهد لان العناصر دي بيبقى لها وظائف ومهمات اشهرها وهي ازالة التوتر والشوشرة اللي بتيجي نتيجة عن عدة اسباب واشهرها الاجهزة المحيطة في المنزل طيب شاف المكسف السراميكي ده اهو حتة مكسف سراميكي لو ممكن ركزت عليه كويس ممكن تقول لا ما عادي ما انا ممكن اشيل المكسف ده ومركبش حاجة مكانه وهو كده كده اصلا مش يعني ما بياخدش جهد من هنا يخرجه هنا ولا اي حاجة ولكن لو ده حصل وقمت بنزع هذا المكسف من مكانه مركبتش مكانه مكسف زي ولا حاجة سيتم احتراق المصف على الفور يا صديق العزيز نركز مع بعض كده ونطعمك في الموضوع ولازم نفهم ان كل حاجة من دول لها وظيفة يعني على سبيل المثال ده اسمه دايوت وده اسمه دايوت واللي هنا اسمه دايوت تمام انا عارف ان حضرتك عارف المعلومة دي ولكن ده اسمه دايوت شتكي وده دايوت عادي الفرق البسيط اللي بينه وبين ده ان الشتكي دايوت بيتحمل تردد عالي انما الدايوت العادي بيتحمل تردد منخفض التردد ده صديقي انك لما تيجي تبقى فاهم كويس جدا طبعا خليك فاكر ان الدايوت الاربعة اللي هنا دول بيكون هما في الجزء او في مقدمة المتين وعشرين فولت يعني ايه؟ يعني ان هنا بيمر من خلال الاطراف او السكوتات اللي هنا دي بيمر من خلالها متين وعشرين فولت طيار متردد من متين وعشرين الى متين وتلاتين يعني مش هتفرض. الجهد اللي بيمر من هنا ده بيكون متين وعشرين فولت جهد متردد ولكن الهرتز بتاعه بيكون من خمسين الى ستين هرتز. من خمسين الى ستين هرتز. فبيبدأ الجهد ده يمر من خلال الفيوز والملفات والمكسف لحد ما بيوصل معاك الى دائرة التوحيد اللي هنا. الموحدات اللي هنا دي بتتحمل جهد مرتفع جهد بيصل الى مئتين واربعين فولت ولكن الزبزبة بتاعتها او التردد او الهرتز بيكون اولاد زي ما احنا قلنا كده من خمسين الى ستين في الثانية وبالمناسبةة الهرتز ده صديق العزيز هو بيكون تغير الموجب الى سالب من خمسين الى ستين مرة في الثانية нач Fall of氣 علشان كده بيطلق عليه الطيار المتناوب او الطيار المتردد يعني ببساطة كده الجهد اللي موجود في فشة المنزل متين وعشرين فولت او متين وتلاتين او كذا او كذا. ولكن بيتغير الموجب بتاعه. الموجب بيتغير لسالب خمسين او ستين مرة في الثانية. واكبر دليل على كده لما بتجيب المفاك التست وتحطه كده مثلا ويظهر معاك الجزء او الترفس الموجب. وتبص كده على لمبة المفاك بتلاقيها كده بترعش. بترعش بشكل سريع. تمام? هنا قدرنا نعرف ان الديوت ده بيتحمل بولت عالي. ها? فوق المتين. ولكن بيتحمل هرتز منخفض. نيجي بقى على شهود كدير. هما الاتنين شبه بعض على فكرة. هما الاتنين كمان لما تيجي تفحصهم نفس طريقة الفحص هي هي. تمام? بركز بقى في دي. المهم. هنا الشوت كدير. راجل كده هادي وغلبان. ما بيتحملش مرتفع. الجهد اللي بيتحمله طبعا هو ما ينفعش يتحمل المتين ولا المتين وعشرين فولت ولا الكلام ده. ولكن الميزة بتاعته انه بيتحمل الاف والاف من الهرتز. بتلاقي عليه الاف الهرتز يا صديق. طيب ايه اللي هجيب الاف الهرتز هنا. ساعتها هنا هتيجي لدائرة التقطيع اللي بتكون مكوانة من عدة عناصر واشهرهم المصفد والمزلز. الجهد اللي بيجي من المكسف طبعا المكسف بياخد من دائرة التوحيد والكلام ده طبعا كنا شرحناه بالتفصيل علشان كده انا مش هتعمق في الموضوع اوه. راجع الفيديوهات اللي فاتت وانت هتعرف كل حاجة بالتفصيل. بس ركز بقى معايا في المهم. لما نبدأ نركز كويس بعد ما عرفنا ان دول عنصرين اساسيين في دائرة التقطيع. المهم يا صديق العزيز اه الشوبر او محول الشوبر ده. ده علشان يشتغل لازم ياخد جهد متقطع. بمعنى ايه? بمعنى ان اللي بيمر من خلال هذا المحول الشوبر لازم يكون في وضع على على ايه? على حسب طبعا الجهود اللي خارجها على طول. بحيث انه يشتغل وما يحصلش في اي مشكلة. لانه لو خد جهد مستمر كهربا كده مستمرة سابتة كده موجب موجب وسلب سلب على طول سيحترق على طول. فبالتالي العزيز لازم ياخد عن اف علشان يبدأ يشتغل. طبعا هوا من الداخل مفيش اتصال من الاطراف اللي هنا لالاطراف اللي هنا بشكل مباشر. الموضوع غير كده تماما. الاطراف اللي من هنا متصلة ببعض والملفات برضه الهنا متصلة ببعض. ولكن محاول الشوبر بينقل الجهد بتاعه عن طريق المجال المغناطيسي. بينقل من هنا لهنا عن طريق المجال المغناطيس. فاكرة نقل الجهد عن طريق المجال المغناطيسي طبعا الموضوع بيكون سريع جدا سريع 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 تمام? فبيحصل هنا بشكل مباشر وبشكل سريع جدا جدا في خارج محول الشوبر. ساعتها بنلاقي اللي خارج من محول الشوبر قوي جدا جدا ومرتفع بشكل رهيب. علشان كده الخارج دول اللي هما دول يعني بيتحملوا مرتفع. انما الجهود اللي هنا اقصى جهد يعني بيكون خارج مثلا من الباور بيكون في نطاق الخمسة وتلاتين فولت فقط لغير. او اربعين فولت مش هتفرق كتير. المهم ان الشوطك دايت ما بيتحملش جهد عالي. طيب ده اسمه دايت. الدايت ده يا صديقي. لو احترق. يعني لو باز كده. ممكن نشيله ونركب مكانه طرف سلك كده بريج يعني زي ما هنعمل مثلا في الفيوز. الاجابة طبعا لا. ما ينفعش. طب ينفع نركبه عكس. زي الفيوز برضو. بدل ما الطرف ده هنا وده هنا. نخليه عكس. برضو لا. ده عنصر اساسي. لازم يركب نفس العنصر زيه. ويركب بنفس الطريقة. ولازم يكون سليم. المكسف. المكسف ده قدر تغير في الفولت. زي ده. وده وده كل دي مكسفات يا صديقي. اهو. تمام? المكسف ممكن تغير في الفولت. ما تقللش تزور. يعني مسلا هنيجي كده ايه? على مكسف زي ده. هتلاقي مسلا مكتوب عليه ميتين وعشرين ميكرو على خمسة وتلاتين فولت. ده مكسف في الباور. هتقول لي طب تنصحني بايه? لو انا مش لاقي عندي خمسة وتلاتين فولت. هقول لك مفيش مشكلة لما تركب خمسين فولت. لو هو ستاشر فولت تركب خمسة وعشرين فولت. يعني تزود درجة. يعني ايه? درجة اعلى شوية. وزي ما حضرتك عارف. عشرة فولت ستاشر خمسة وعشرين خمسة وتلاتين خمسين تلاتة وستين كده يعني. تمام? فانت بتزود درجة واحدة. لو عشرة تخلي ستاشر. لو هو ستاشر تخلي خمسة وعشرين وهكذا. طيب المكسف ده لو شلناه وركبناه عكس بدل ما الطرف ده من هنا وده هنا احنا عكسناهم. ينفع? الاجابة طبعا لا. ليه يا صديق? لان ده مكسف مستقطب. يعني ايه الكلام ده? يعني ليه قطبية موجب وقطبية سالب. ما ينفعش نعكسهم عن بعض. ساعتها تحسن مشكلة في المكسف. طب ايه وظيفته? وظيفته بكل بساطة انه بينعم الفولت وبيوصل لك يعني بيضمن لك ان الجهد اللي هيوصل للعنصر المراد تشغيله هيوصل كامل ومش ناقص. كامل مفهوش اي مشكلة. تمام? وتقدر ترجع لحلقة المكسف. لو حاجب تعرف معلومات اكتر عن المكسف. نيجي مسلا على المقاومات اللي حضرتك شايفها دي. المقاومات دي كلها. المقاومات دي يا صديقي بكل بساطة. عايز اوصل لك المعلومة بس عشان تفهمها بسرعة. هنا في مقاومات. المقاومات دي دورها ان هي بتقيس الجهود اللي خارجها وتدي علم للترانزيستور ده بالجهود اللي خارجها. هل هي مرتفعة او منخفضة. فبالتالي بيبدأ الترانزيستور ده يراجع وده طبعا اسمه تي ايه اللي ربعونة واحدة تلاتين. بيرجع بالبيانات دي يرسلها للفوتوكابلر. فالفوتوكابلر يرسل البيانات دي عبارة عن اوامر للمزبزب. بيبدأ بقى هنا المزبزب ياخد الاوامر دي ويحولها الى نبضات ويديها الميد ويديها للمصفت. في اللحظة دي بقى بيتتم عملية التقطيع ويبدأ ايه المصفت يدي معاك اشارة اون اوف اون اوف يعني يخلي محاول الشوبر يخرج الجهود بشكل متقطع مش مستمر. طيب هل وظيفة المقاومة في الجزء ده زي وظيفة المقاومة هنا زي وظيفة المقاومة هنا? لا يا صديقي. الوظيفة الاساسية للمقاومة انها بتعيق الطيار. يعني ايه بتعيق الطيار? هبسط هنا. يعني هنا لو جيب تقيس الجهد اللي داخل لو مسلا هنفترض ان المقاومة دي موجودة في المكان ده علشان توصل جهد للعنصر ده. هي واخدة من هنا. فالمفروض هتوصل الجهد هنا. المفروض ان اه مسلا يعني العنصر ده بياخد خمسة بولت. لو خد ازيد من خمسة بولت هيحترك. ولو هو احترك هيعمل راجع معاك وهيبدأ الجهد او الامبير يرتفع وهتحترك معاك المقاومة ايضا. فبالتالي هنا المقاومة واخدة اتناشر فولت. فهتبدأ المفروض تخرج لك خمسة بولت طيب. في لحظة انك ممكن تيجي تقيس تفحص يعني توصل الارض مع ارض الجهاز وتمسك الموجود وتحطه هنا. هيدي لك مثلا الاتناشر فولت اللي داخله. عادي. وتيجي تقيس هنا هيدي لك خمسة فولت. ولكن لو رفعت الطرف ده كده من على البردة وخليت الطرف الدخلة بس وجدت ايس الطرف الخارج هتلاقيه بيدي لك اتناشر نفس الجهد اللي موجود هنا هو هو اللي هنا. طيب لو جدت ركبه وجدت تفحص وهو على الجهاز هيدي لك هنا خمسة فولت ولكن الامبير نفسه هيكون ضعيف. فبالتالي هو بيعيق الطيار والطيار اللي هو الايه الامبير. فبالتالي بيحمي العنصر من ارتفاع الامبير. طيب ده يعتبر عنصر اساسي. هل ينفع ان احنا نشيله من مكانه. ونركب مكانه طرف سلك. الاجابة طبعا لا. فحالك لو كانت مقاومة فيوزية. مقاومة صفرية. طب اعرف الكلام ده كله ازاي. اعرف ايه الالوان بتاعتها ازاي وكزا وكزا. هقول لك يا صديقه برضو الكلام ده كنا تكلمنا عنه بالتفصيل في حلقة المقاومة هسيبها لك في الوصف لو حالك تعرف معلوماتي اكتر عن المقاومة. نروح مسلا على وظيفته انه بيقوم بحماية العنصر الالكتروني. يعني وليكن ان المصفد ده بيشتغل بخمسة فولت او بيشتغل باثناشر فولت. الجهد اللي رايح للاي سي عشرين فولت. فاخنا بنركب داوت زينار اتناشر فولت. علشان يكون باهضار الجهد الازياد من اتناشر فولت. يعني يخرج اتناشر فولت بس على الاي سي واي جهد ازيد من كده مش هيخرج. طب لو شلنا الداوت زينار ده نهائي من مكانه سيحترك العنصر. طب لو شلنا ده تركبنا مكانه طرف سلك عملنا كبري يعني مكانه برضه هيحترق الايه العنصر المرات تشغيله بحيس ان الجهد هيخرج عشرين زي ما هو فهيحترق الجهاز لانه هياخد جهد اعلى من القيمة بتاعته. وطبعا مش هوصيك ان المصفد وترانزيستور المزبزب والفوتوكابلر والتي الل ربما واحد وتلاتين دول عناصر اساسية ما ينفعش ان احنا نستغني عنهم او نبدلهم بحاجة غير اللي موجودة فيها. يعني على سبيل المساء الفوتوكابلر لطرفين مبعد الشوبر تمام? وطرفين مقبل الشوبر. بالمناسبة الجزء اللي مرسم لك باللون الابيض ده اهو مع زول لوحده العناصر الموجودة هنا موجودة في المنطقة الساخنة. الجهد او الطيار المرتفع. بعد كده بنروح على المنطقة الباردة اللي بتكون في الجزء او في المكان البارد. اللي بكل بساطة. يعني لو حطيت ايدك هنا في الجزء البارد مش هتتكهرب وانت موصل الجهاز بالكهرباء. ولكن حزاري ان ايدك تلمس اي حاجة هنا. لانك كده كده هتتكهرب. ليه? لان اقل فولت موجود هنا متين وعشرين فولت. بيصل الى تلتمائة و تلتمائة وخمسين فولت. وطبعا ده بيكون جهد مستمر وده اخطر بكتير. المهم ده بيكون مكون من اربع اطراف. طرف موجة بوسالب وطرف انود وطرف كوليكتور وامتر. مكون من ترانزيستور ضوئي وليد ضوئي. الليد بيرسل البيانات اللي بياخدها من الترانزيستور زي ما قلت لك. بيرسلها عبارة عن ايه? عن ضوء. لان هو اصلا بيرسل البيانات بتاعته عن طريق ايه? عن طريق الضوء. زي ده بيرسل عن طريق المجال المغناطيسي. بحيث ان ما يكونش فيه اي اداة توصيل بشكل مباشر من الجزء الساخن للجزء ايه? البارد. طب ايه فايدة المكاومات وكزا وكزا وكل ده اللي بيقرأ البيانات او الجهود اللي بتخرج من هذا الباور. بكل بساطة يا صديق لو الجهد ارتفع ازيد من المعتاد بيحصل هنا ايه? اشهارات واوامر بتخرج من خلال الفوتوكابلر عشان تروح للمزابز بتقول له قلل عملية التقطيع خلي الجهد دي يكون اقل من كده علشان الجهد هناك مرتفع. ولعكس صحيح يا صديق. فبكده دي بنسميها عملية الفيدباك او عملية التخزية العكسية. التخزية ايه? العكسية. اظن كده يا جماعة الرسالة تكون وصلت وكمان وصلت كاملة. وعلشان اريحكم كل عنصر الكتروني مذكور اسمه في هذه البردة انا عملت عنه حلقة بالتفصيل الممل. هتدخل على كل فيديو من دول. تشوف كل الفيديوهات لكل العناصر الالكترونية لان الموضوع ده مهم جدا جدا. واخيرا مستني تعليقاتكم واسئلتكم وان شاء الله بازن الله حاول ارد على جميع التعليقات. اتمنى ماكنش نسيت حاجة. ولو نسيت حاجة يا لد تذكروني بيها. واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع الف سلام.